في الرياضة الآن حيث يحتضن ملعب ميلود هدفي بوهران غربي الجزائر في هذه الأثناء مباراة الدورة السادس عشر من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين اتحاد الجزائر والفتح الرباطي المغربي وتشير النتيجة إلى تعادل سلبي بين الفريقين الاتحاد حامل لقب نسخة المنصارمة يخوض والمواجهة في ثوب المرشح للعبور إلى دور المجموعات بعد تحقيق التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة المغربية الرباطة